قرار أممي يستنكر أي أعمال ترتكب ضد الرموز الدينية والكتب المقدسة ويعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي هذا القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء بعد فشل إسبانيا في تمرير تعديل عليه تقدمت به نيابة عن الاتحاد الأوروبي ويقترح التعديل الأوروبي حذف الإشارة إلى انتهاك القانون الدولي واعتمدت الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً القرار الذي صغه المغرب بتوافق الآراء ونص على استنكار جميع أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد وطلب القرار بإدانة جميع الهجمات التي تستهدف القرآن باعتبارها أعمال كراهية دينية خطوة أعقبت سلسلة من الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها السويد والدنمارك التي سمحت بحرق نسخ من المصحف الشريف أكثر من مرة ما أثار ردود فعل غاضبة في أرجاء العالم الإسلامي وتدعي سلطات الدولتين إنكار حرق نسخ المصاحف وعدم القدرة على منع هذا الفعل بدعوى حماية حرية التعبير آخر هذه الحوادث كان إضرام متطرفين النار في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاجن وأدانت الخارجية التركية لاعتداءات متكررة على القرآن الكريم معتبرة أن إسرار المسؤولين الدنماركيين على تجاهل هذه الحوادث وحماية عمليات التحريض يوضح وعدم رؤيتهم لمدى النتائج التي يمكن أن تنجم عن هذه الأحداث وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أدان في وقت سابق لانتهاكات التي طالت القرآن الكريم نهاية يونيو الماضي بالسويد رغم تصويت الدول الغربية ضد القرار المقترح من المجلس في هذا الشأن هذه الاعتداءات أثارت إدانات إسلامية وعربية واسعة ودع مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها مع السويد باعتباره واجبا دينيا سناء المهداوي تيراتي عربي